السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث اليوم عن احد الموضوعات الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي رامي نطور منفذ عملية الدهس رامي نطور عربي يحمل للجنسية الاسرائيلية وهو من موليد قرية قلنسوة الفلسطينية في اراضي 1948 وهو سائق شاحنة ومنافذ عملية الدهس في اسرائيل بالقرب من قاعدة غليلوت المرتبطة بوحدة المخابرات العسكرية الاسرائيلية 8200 والتي هاجمها حزب الله عدة مرات في الاشهر الاخيرة واصطدمت الشاحنة التي يقودها بحافلة الركاب الاسرائيلية وقالت عائلته انه يعاني من امراض قلبية ففقد السيطرة على الشاحنة فتمت عملية الدهس دون ارادته واعلنت السلطات الاسرائيلية انه تم نقل 35 شخصا الى المستشفيات بعد هذه العملية واضافت السلطات الاسرائيلية انه حاول الطعن بسكينا عدة مرات عقب عملية الدهس اشتركوا في القناة